وبهذا الخصوص ينضم إلينا منكو فانتري رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان أستاذ رامي مساء الخير خير أستاذ رامي ما التفاصيل حول استهداف طائرات مسيرة تابعة للفصال الإيرانية قواعد أمريكية في دير الزور والذي يتزامن مع استهدافات إسرائيلية أيضا لبعض مراكز الحرس الثوري في العاصمة السورية دمشق اليوم نعم طبعا بالنسبة للمراكز أو استهداف المسيرات ثلاث مسيرات تابعة لأحد الميليشيات الموالية لإيران انطلقت من الأراضي العراقية استهدفت مناطق قواعد أمريكية داخل الأراضي السورية بعكس الأوامر الإيرانية التي كانت صارمة لمقاتليها داخل الأراضي السورية يمنع منع عن باتل استهداف القوات الأمريكية تحت طائل التحمل المسؤولية عن هذا الاستهداف لذلك نقول لا نعلم من هي الميليشيات التي استهدفت ولكن بشكل مؤكد هي انطلقت طائرات مسيرا انطلقت من الأراضي العراقية ولم تخرج من الأراضي السورية وحقيقة الأمر هل بالفعل هي هذه الميليشيات العراقية أم أن هناك من يريد أن يشعل فتير الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية في هذا التوقيت بالذات حتى اللحظة الأمر مبهم من هي الميليشيات أو من هي المجموعات التي أطلقت مسيراتها باتجاه القواعد الأمريكية داخل الأراضي السورية يتزامن ذلك مع استهداف إسرائيلي لعدد من المراكز الحرس الثوري في جنوب العاصمة دمشق اليوم مستاذ رامي هذا بعكس ما جاء اليوم ومقتل المستشار بالحرس الثوري الإيراني والشخص عراقي كان معه آخر حتى اللحظة لنعلم حجمه ومرافق لهذا المستشار الإيراني يدل بأن أولا المستشارين الإيرانيين لم يصحبوا من الأراضي السورية بعكس ما جاء في تقرير أحد وكالات الأنباء أيضا يدل بأن إيران لا تسال متواجدة وبقوة داخل الأراضي السورية ودعنا نقول بأن هذا الاستهداف جاء بعد نحو 40 يوم من قتل قائد الحرس الثوري في الأراضي السورية رضي الموسوي في منطقة جنوب دمشق ليس بعيدا على المزرع التي استهدفت اليوم من قبل الإسرائيليين ولكن المضحك بأن النصام السوري عندما يخرج في بيان يقول بأنه تصدى للصواريخ الإسرائيلية وأفقط بعضها وبذات الوقت يقول لا يوجد قسائر بشرية ما بلك بهذا النصام الذي لا يعلم ماذا يدور على الأراضي السورية وإن يتواجد هؤلاء المستشارين الإيرانيين داخل الأراضي السورية في نقطة أخيرة أستاذ رامي الولايات المتحدة تعلن أنها ستوجه ضربات للفصال الموالية لإيران في سوريا والعراق نهاية هذا الأسبوع يعني في نهاية هذا الأسبوع الأراضي السورية هناك بنك أهداف لدى الأمريكيين يعلمون بأين سيستهدفون الميليشيات الموالية لإيران وقد تستغل الولايات المتحدة الأمريكية مقتل جنود لها في الأردن بتدمير البنى تحتية لهذه الميليشيات في مناطق شرق سوريا وتحديدا ريف دير الزور أو ضفة الفرات الغربية من البوكمال وصولة للمدينة دير الزور وأيضا قد تصل الطائرات الأمريكية إلى البادية السورية وكل ذلك يعني أن الطرفين لا يريدان الدخول في حرب مفتوحة حتى اللحظة المؤشرات تشير لا إيران تريد أن تصاعد وتدخل في حرب مفتوحة ولا حتى الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تدخل في حرب مفتوحة لأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها مئات الجنود في العراق والسورية وأيضا إيران لا تريد أن تدخل في حرب مفتوحة مع الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الوقت بالذات أشكرك جزيلا شكر مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رمي عبد الرحمن على هذه المداخلة كنت معنا مباشرة من كوفنتري